اشتركوا في القناة ولكن قبل ما ابدأ بتوقعات باعتذر ان اليوم الحلقة قصيرة لان شوي صحيا يعني تعبان شوي فعشان هيك اعذروني ولكن اثرت الا اني انا اعمل لك التوقعات رغم الوضع الصحي ارجو انك تعذروني طبعا القمر موجود في منزلة الثرية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لاظهار اي شيء ومناسبة للسر والكتمان واخفاء الامور ورح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 43 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل بعدها لمنزلة الدبران وهي سيئة ولا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد طبعا برضو ما ننسى انه في زوايا اليوم رح تكون صعبة مع القمر والزهرة رح يصير في عندها اللي هي احنا من سميع الكوكب المحترق لانه ما في اي زوايا رح تشكلها فعشان هيك لا رح تكون لا ايجابية ولا سلبية فبتكون تركزوا بشكل جيد بتوقعات اليوم وخصوصا من التحذيرات اكثر من الايجابيات طبعا خلو المسار للقمر احنا الان موجودين فيه بدأ في تمام الساعة 4 و 12 دقيقة مساء من طبعا اللي هو اليوم اللي هو 30 الشهر ورح ينتهي في نفس اليوم اللي هو ساعة 9 و 18 دقيقة مساء اللي هي من الليل اللي بتكمل 30 عشرة طبعا بعد منتصف الليل او من هاي الساعة بصير القمر موجود بالكامل في برج الثور عشان هيك رح نحكي عن التوقعات انه القمر انتقل لبرج الثور اما فترة خلو المسار فهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه من قبل خلو المسار طبعا القمر زي ما حكينا الساعة 9 و 18 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنتقل وباستقر في برج الثور ولما القمر يكون في برج الثور ومنشعر بالحذر اكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقلما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا اما بالنسبة للزوايا الفلكية ما بعد انتهاء خلو المسار فاحنا اليوم عنا ثلاث زوايا فلكية منها زاوية بطيئة فاول زاوية رح تكون هي تقابل سلبي بين القمر والشمس يعني اكتمال القمر وهاي رح تكون في تمام الساعة 2.48 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج وهذا بخلق او هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اختيران ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة 2.54 دقيقة عصرا وهي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك يعني في زاوية ايجابية للقمر ولكنها ضعيفة جدا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية وهي رح تكون بين الشمس وبين اورانوس وهي زاوية بطيئة لها فترة طبعا سبب الحدية والاضطرابات او التقلبات في المناخ او في الطقس لها علاقة بهاي الزاوية ولكن اليوم رح تكون ذروتها فعشان هيك الصعوبة بتبلش من اليوم وما بعد وهي زاوية زاوية تقابل سلبية زي ما حكينا وبين كوكب قيادة والو علاقة بالسلطة والو علاقة بالقرارات والو علاقة بالدكتاتوريات والو بالتزمت بالرأي والاشياء هاي واورانوس علاقة بالمفاجآت اللي بتسبب فوضى عارمة بلحظة او بتعمل انقلاب من حال لحال فبما انه الشمس اورانوس اتنين مع بعض وهي الزاوية رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر فهي الزاوية بتخلي الاشخاص يتمردوا او بعض الاشخاص بيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما انه بيتمرد البعض على ابنائهم او بعض الابناء على اهاليهم وغالبا في هاي الزاوية بتحدث بعض الثورات او الانقلابات العسكرية او الاغتيالات او التمرد او الصراخ او الاحتجاجات او يعني شايفين الفترة الماضية كيف الوضع فيها ولكن الان بذروة هاي الزاوية وهاي يعني ما عمرها مرة كان فيه اشيء يعني ودي او سلام او اشياء بسيطة وبرضو هاي بتدل على اشياء لها علاقة بالمناخ زي حوادث طبيعية او عواصف زلازل سقوط طائرات حوادث سكة حديد يعني فيه اشياء برضو لها علاقة بهذا الموضوع وبما انه الشمس موجود في برج مائي واورانوس موجود في برج ترابي فهنا احنا منرجح امور اللي الها علاقة بالعواصف والزلازل والتقلبات في المناخ ممكن انها تكون هي الارجح او يعني كل الامور الطبيعية ولكن منضعف اي شيء له علاقة باشياء اخرى الا انه المريخ برضو تراجعه بسبب امور برضو الها علاقة بالطبيعة زي الحرائق والاشياء هاي اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الثور فخلو المسار القادم رح يكون يوم اثنين احداش ورح يبدأ في تمام الساعة ثنتين وتسعة وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة او خمسة وعشرين دقيقة قبل الظهر لا ينتقل لبرج الجوزة اما بالنسبة لعمر القمر القمر المكتمل خمستعشر يوم وفي تمام الساعة ثلاثة بعد العصر بيصبح ستة عشر يوم ونسبة الاضاءة بتصير مية في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش مزاجها منتحس بنسبة اربعين في المية القمر في الثور حتى يوم اثنين احداش منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثلاثة احداش مزاجه منتحس بنسبة ستين في المية الزهرة في الميزان حتى يوم واحد وعشرين احداش مزاجها يعني تراوح ما بينه عشرة وخمسة عش في المية يعني ضعيف جدا المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة احداش مزاجه منتحس بنسبة خمس وثلاثين في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناعش منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس بنسبة يعني تتراوح ما بين 10-12-15% بس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج ولكن بميل برضو للنحوسة بلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة ضئيلة وهي لا تصل من 10% لـ 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرص مالية وممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا ما ضيع الفرص وضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد التساؤلات والالتباسات ناقش بوضوح ولكن لا تنسى انه برضو يعني المريخ بما انه بيتراجع وهو عندك فالعصبية والحدية بتظلها ظاهرة ممكن تعرف بعض الصعوبات في ميدان العمل وترتكب بعض الأخطاء نتيجة التهور والنفقات اللي لا طائل منها فعشان هيك حاول انك تتدخل عموالك وما تصرف في المكان الغير مناسب يعني راقب ميزانيتك برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع احد منافستك خلال هذا اليوم حاول انك تطوي صفحة الماضي وترتفع المعنويات عندك ممكن اليوم اكثر من الايام الماضية وبتعطيك دفعة عالية جدا فبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية تعتبر يعني من افضل الفترات خلال هذا الشهر ولكن حاول قدر الامكان انك تسيطر على اعصابك ما تضخم الامور وما تعطي المسائل الصغيرة حجم اكبر مما تستحق فقدانك للثقة بالنفس بيجعلك مزاجي ومتقلب برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح اعمالك مكانها وبتخيب اعمالك لسبب او لاخر حاول انك ما توقع على عقد وما تحسم امر فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها بتميل لتضخيم صعوباتك حاول انك تكون اكثر واقعية وانك تستعيد ثقتك وحبك للحياة وما تنسى برضو انه المريخ يعني بيقول لك دير بالك انك تدخل بجدالات او حوارات حدي مع الاصدقاء برج السرطان تبتسعد اليوم من لقاء احد الاصدقاء او تعاونهم معكم حاول انك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن انك اليوم تحصد تأييد لا بأس فيه اهمش انك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ممكن تفرح بانتصار مهني او اجتماعي الاهم انه اليوم ممكن تزيد عدوانيتك واندفاعك وممكن تتعرض لخيبات امل بسبب احد الاصدقاء برج الاسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تعديل عليه بتحمل هاي الفترة ضغوط على عدة اصعدة وممكن تكون ايام متوترة يعني ممكن تنتظرك مواجهة او ارتباط مهم ممكن يسبب لك نوع من انواع التوتر حاذر من العناد والمشاعر السلبية مشاكل على المستوى المهني بسبب ارتكابك لبعض الاخطاء وبرضو بدك تتجنب التعامل مع الغرباء وكذلك بدك تحذر اثناء تنقلاتك او اثناء اتصالاتك او تواصلك خصوصا مع الاجانب برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحبائكم تطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجرب جديد كذلك فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال ما تعتبر من الفترات الجيدة خلال هذا الشهر ولكن خيالك الجامح ممكن يخلق لك نوع من انواع المخاوف الغير واقعية وبدك تحذر من المريخ اللي ممكن يميل يعني خلك تميل لبعض المجازفات وممكن اتعرضك هاي لبعض المشاكل خصوصا في مضمار العمل برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة الى الرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر الساد اهمش انك ما تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وقوم بواجبك بشكل تم الفترة هاي ممكن تعرف بعض المخاوف الوهمية عليك تجنب الانغلاق على نفسك والاجتماع بالاصدقاء او اصدقاء جيدين حاول انك تسلي نفسك او تنطلق يعني نوع من انواع الترفيه ولكن بدك تدير بالك من بعض النزاعات اللي ممكن تصير باطار المنزل او ما اطار العائلة او منوع من انواع الشقاقات اللي ممكن تكون مع الشركاء برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ووسعكم تعزيز شراكاتكم حافظ على هدوء عصابك ونبرت صوتك بتكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم اي خلافات وحاول انه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم ممكن انك تجد بعض الصعوبة في التواصل مع شركائك او مع زوجتك وبتميل للعزلة وعدم الاكتراث برضو هاي الفترة بتعرض بموليد العقرب او بعض موليد العقرب لا اشياء لها علاقة بالالتهابات او الجروح او الحروق في ميدان العمل فعشان هيك يبدهم يحذروا ويراقبوا وضعهم الصحي وما يهملوا اي عارض صحي مهما كان برج القوس رغم تراكم العمل انتوا قادرين على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلاحق الاتصالات وبتكثر المسئوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر بتهتم بانشغلات مالية او تساؤلات حول قدرتك على التحمل اهمش انك ما تشك بنفسك وحاول انك انت تدير بالك من بعض الانشغلات اللي الها علاقة بالوضع الصحي ممكن تجد صعوبة في العمل او تشعر بالضيق وممكن تحس بانو الحد يعني ممكن تخلى عمك اهمش انك تنتبه من عنفك او من سلوكك العنيف وطريقة التعامل او لياقة التعامل ما بينك وبين الاحبة برج الجدي ابترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني اهمش انه ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي انت على موعد مع مصالحة او لقاء ودي اهمش انك تتجنب الانتقادات واسعى لتلطيف الاجواء تستعيد صفاء ذهنك والتفاوض بمهارة حاول اتمام العقود والصفقات التجارية بشكل جيد طبعا بينتابك اليوم شعور بعدم الرضا في بعض المسائل وممكن تشعر بانو الاخرين ما بيفهموك وبرضو انتمه من بعض الخلافات اللي بتكون على المستوى العائلي لانه شوي ما زال في نوع من انواع الضغط على مستوى البيت او العائلة او خلافات او صوت فاهم برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الاجواء شوي بتكون ضاغطة والمسئوليات بتكون كبيرة ممكن تكون على ارتباط مهم وما بيجوز الفشل هاي الفترة ممكن تحمل بعض المصاريف المنزلية اللي بتتطلب منك نوع من انواع الاهتمام رغم انه شوي الاجواء البيتية او العائلية يعني فيها نوع من انواع الضغط او مشحونة او الجو في المنزل هيك بيكون يعني بصل لمرحلة انك انت ممكن تتهرب منه وبرضو بدك تنتبه من المريخ اللي بزيد من عدوانيتك وممكن يسبب لك بعض الخلافات وسوء التفاهم وانتبه اثناء تنقلاتك واثناء حواراتك برج الحود بتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والتناقلات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار ممكن تتمتع اليوم بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف يعني بمعنى اخر انه اليوم عندك حد يعني نشاط عالي حاول انك تسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول اعمالك تفادي للإهمال او للتقصير برضو هاي الفترة بدك تحذر من بعض التوتر في علاقاتك مع محيطك وممكن تكون متقلب وما بيرضيك اي اشي وممكن ترغب في التهرب من الواقع والعمل والدراسة ممكن شوي تكون صعبة بالفترة هاي اهم شي ندير بالك من النزاعات مع رفقاك في العمل ومع رئيسك لأسباب ممكن تكون بعضها مالية وبدك تتجنب التبذير قدر الامكان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة